أركان الصلاة 14 الأول القيام مع القدرة لابد أن يقوم في الفريض يصلي قائم أما النافل يسحن يصلي جالسا لكن يأخذ نصف أجر القائم تكبير الإحرام يعني قول الله أكبر الثالث قراءة الفاتح يجب أن يقرأ الفاتح في كل ركع في الصلاة السرية والجهرية الثالث قراءة الفاتح بعد هذا الركوع الرابع الرافع من الركوع السجود على الأضاء السبع الرافع من السجود الجلسة بين السجدتين الترتيب بين الأركان الطمأنين في جميع الأركان يعني لا يسرع في الصلاة لا ينقر الصلاة نقرأ لا يسرع في الصلاة